أعترض لأن أولاً المجلس السيادي هو مجلس لسيادة السودان الأقباط في السودان مكون لكنه مكون في عدده لا يساوي أكثر من 1% أو أقل حتى من 1% فكيف تجعل مكون مثل هذا بهذا العدد القليل جداً خامس وخمسة في مجلس للسيادة لسيادة البلد هل هناك مكونات أكبر استبعدات؟ لسنا ضد المسيحيين لسنا ضد الوجود المسيحي في السودان الإسلام هو الدين لا يوجد دين ولا فلسفة في هذه الأرض تحترم الغير كالإسلام وكالمسلمين وكالإسلاميين هل هناك مكونات أخرى أكبر لم تمثل في المجلس السيادي استبعدت أقصيت؟ المجلس السيادي إذا كان بالنظر إليه الآن وهو بهذه المحاصصة كثيرون طبعاً أبرزهم 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 التيار الإسلامي مثلاً استبعد تماماً التيار الإسلامي أنت أتوا بالأخت القبطية على أي أساس؟ على أساس أنها سودانية صاحبة كفاءة صاحبة كدام أنها ممثلة لأقباط؟ أتوا بها لأنها ممثلة لأقباط القبطية دين وليست فلسفة ولا حزب وهذه مجموعة طيب البقية مسلمون صحيح البقية مسلمون لكن البقية يمثلون أحزاب السودانيون يعرفونها صحيح بعضهم يمثل كانوا أعضاء في حزب الأمة البعض الآخر أنا في الحقيقة لا أريد أن أدخل في هذا الباب الذي كما قلت سيدخلنا في كثير من الأشياء التي ستتخدم لا خلينا نقصة استبعاد الإسلاميين مهمة لماذا تم استبعاد الإسلامي برأيك دكتور؟ الذي أقوله أخي أن التكوين المجلس السيادي تكوين محاصصي تكوين روعية فيه قضايا لا علاقة لها بالاتفاق حتى الذي اتفقوا عليه حتى لا علاقة لها بالاتفاق الذي اتفقوا عليه فهذه هي الإشكاليات الحقيقية لذلك الجبهة الثورية منذ البداية كانت تقول ستدخلون في هذا النفق في نفق قضايا المحاصصات الحزبية والمحاصصات المناطقية خلوها من البداية محاصصات ويتفق الناس عليها رفضوا ذلك والآن هي محاصصات بكل وضوح هي محاصصات